استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد جاءت استجابة لتطلعات الشعب الكويتي مستندة في مضامينها إلى مبادئ ومقاصد الدستور الكويتي ومتسقة في مكوناتها مع التزامات دولة الكويت على الصعيد الدولي نعم هذه الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات تسعى لتحقيق العديد من الاهداف لتعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد بكافة أشكالها إن العمل على مكافحة الفساد واشتتات جذوره يعد جزءا لا يتجزأ من جهود التنمية المستدامة ومسئولية مشتركة يلزم لنجاحها تضافر كافة الجهود هذا محد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة لإنشاء استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فمسئولية الحقيقة مكافحة الفساد هي مسئولية الجميع مكونات المجتمع الكويتي وهذا الحقيقة ما حرصت عليه الهيئة من خلال استراتيجيها الداخلية في رسالتها ومهمتها والتي تنص على أن يجب أن نتعاون جميعا مع جميع وكافة العناصر الوطنية لمكافحة الفساد من خلال الوقاية والملاحقة وأيضا توفير سبل محاربة الفساد للأفراد من خلال الإبلاغ السري والآمن تسعى هذه الاستراتيجية والتي هي الأولى من نوعها إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بتعزيز قيمي وقواعد النزاهة أهداف الاستراتيجية هي في المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل الاستراتيجية تمتد لمدة خمس سنوات تنتهي في سنة 2022 لعل من أهمها تطوير الإطار التشريعي وأيضا وضع أسس الوقاية من الفساد في الجهات الحكومية بشكل عام وخصوصا الجهات الأكثر عرضة للفساد هناك الجانب التوعوي وهو توعية الأفراد وجميع شرائح المجتمع بمخاطر الفساد وأساليب محاربته أيضا هناك الهدف تطوير وبناء قدرات الهيئات المتخصصة في إنفاذ القانون والرقابة ومكافحة الفساد إذن تبقى هذه الاستراتيجية التي وضعت من أجل إقامة كويت جديدة تقوم على الثقة ويسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمسائلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد ديما دحدال تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر